افتتحت أشغال لقاء الحكومة بالولاد تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنظم تحت شعار ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية اليوم السبت بقصر الأمم نادي السنوبر وناقش المشاركون في هذا اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية وكذا الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وإصلاح المالية والجباية المحلية وتم خلال اللقاء الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كانت قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية مع إصلاح أنماط تسير المرافق العمومية المحلية